المساء الخير أمير كنت في الجولان في هذا الرصد وتوجهت إلى الناصرة وأنت الآن هناك سفلنا الطريق من الجولان إلى الناصرة كيف تصف التزام المواطنين بشكل عام؟ مساء الخير لك مصدفة ولكافة المشاهدين نحن نرصد هنا نحن نتواجد الآن في كفر كنا نرصد آخر الأخبار والمستشدات بما يتعلق بفيروس الكورونا وانتشاره نتواجد الآن في الجليل وقلنا اليوم قد زرنا منطقة الجولان تحديدا قرية بقعاثة حيث تم الإعلان يوم أمس عن أول حالة إصابة بفيروس الكورونا لمرأة تبلغ من العمر 45 عام حتى اللحظة لم تطلح سبب إصابتها أو من نقل إليها العدوى وهل انتقلت العدوى منها إلى أحد الأشخاص من ربما من عائلتها أو أيا كان وعليه فقد قامت المجالس المحلية مجتمعة في منطقة الجولان نتحدث عن عنقنية عن مسعدة عن أيضا عن كافة قراءة الجولان نعم بإعلان الحظر التام حظر تجول لكافة المواطنين هناك وهناك التزام شبه كامل وقد رأينا أن الجميع قد التزم بالتعليمات وقاموا بإغلاق متاجرهم وأعمالهم والالتزام في البيوت خوفا من تفشي فيروس الكورونا ونحن الآن نتواجد هنا في كفر كنة من خلف يمكن مشاهدة الشارع سبعة خمسة أربعة الواصل بين كفر كنة والناصرة والذي يعتبر من أكثر الشوارع ازدحاما واكتظاظا في السيارات طيلة ساعة اليوم ويمكن رؤيته يكاد خالي من السيارات يعني هذا المشهد ربما لم نراه من قبل لأنه هناك حظر تام المواطنون محافظون وملتزمون بالقواعد بقواعد وزارة الصحة وأيضا ملتزمون التزام شبه كامل بقواعد البلديات والمجالس المحلية التي تتعاون أيضا مع الشرطة التي قامت بدورها اليوم بنشر دوريات في كافة المناطق هنا في منطقة الناصرة تحديدا وقامت بعمل جولات بشكل مستمر طوال اليوم من أجل فحص إن كان هناك أي خروقات لأي من قواعد وزارة الصحة وأيضا هنا نذكر أنه قبل ساعات قد تم الإعلان عن خامس حالة إصابة بالكورونا من المجتمع العربي لشابة من منطقة القدس تبلغ ثلاثين عام وعليه فنحن ندعو لها طبعا بالشفاء العاجل ولكافة المصابين ومن هنا نتوجه لكافة الأهالي في المنازل للمحافظة على تقييدات وتعليمات وزارة الصحة والبقاء بالمنازل من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة الجميع عدم الاستهتار هو عنوان هذه الفترة شكرا لك أمير عباس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر